والمزيد من التفاصيل حول المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يطلعون عليها مراسل التلفزيون المصري باشم أبو العينين بالفعل لدينا المؤتمر الإعلامي والصحفي الذي عقد اليوم بمقر هيئة الأبنية التعليمية والذي عقده السيد الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والذي استعرض فيه خطة وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد الفين ثلاثة وعشرين الفين أربعة وعشرين وقد قال السيد الوزير بأن لدينا نحو خمسة وعشرين مليون طالب في المنظومة التعليمية بصفة عامة في مصر وتحدث الوزير من ضمن النقاط الهمة عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله وأن امتحانات الثانوية العامة أكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة للعام الجديد تماما كما هي بنفس الإجراءات وبنفس الطريقة للعام السابق أيضا تحدث السيد الوزير عن الأمنية التعليمية وقال بأنه سيكون هناك متخصص في متابعة الحالة الفنية للمدارس في كل مدرسة على حدة ورفع التقارير اللازمة عن الحالة الهندسية البنائية للمدارس وذلك حرصا على سلامة وأمن وأمان الطلاب في المدارس العامة تحدث أيضا السيد الوزير عن وجود حوار مجتمعي كما وجه بذلك السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بأنه لابد من وجود حوار مجتمعي قبل البدء في الخوض في إيجاد تشريعات جديدة خاصة بالتعليم وأن التعليم لابد أن يكون أي تطوير في نتيجة أو نتاج حوار مجتمعي وليس قرارات منفردة ويكون أيضا هذا التجديد وهذا التطوير بدءا من أول المرحلة وليس من آخر المرحلة طبعا نتحدث الوزير عن الكتاب المدرسي وأكد أن الكتب الدراسية قد تم توريدها إلى الإدارات وإلى المدارس المختلفة بنسبة تصل إلى 93% وأنه في خلال الأيام القليلة القادمة ستصل نسبة توريد الكتب لكل المدارس إلى نحو 100% أيضا من ضمن الأمور التي تحدث عنها السيد الوزير بدرورة ترفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وذلك بتوفير كافة الكتب الدراسية واختبارات ونماذج وتدريبات على القنوات التعليمية المتخصصة تابعة للوزارة وأيضا على مواقع الوزارة على شبكة الإنترنت بالنسبة للمرحلة الإعدادية تحدث السيد الوزير عن أنه قد تم الانتهاء من تطوير المرحلة الإعدادية وأن الامتحانات التي تجرى في المرحلة الإعدادية هي اختصاص لكل محافظة على حدة وأنه يحق لكل محافظة سواء الالتزام بنظام البوكلت أو نظام التقليدي في الامتحانات حسب الطريقة التي تضمن الشفافية والنزاهة وإجراء امتحانات بلا تسريب وبلا غشة في كل المحافظات المختلفة ترجمة نانسي قنقر